هل تريد يا عبد الله أن تكون من الناجين؟ هل تريد أن تكون من أصحاب الجنة؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو إخواننا المسلمين لتصحيح العقائد والرجوع إلى سنة المصطفى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لأن الانتساب والاتباع لغير سنة المعصوم من الخطأ والزلل رسول الله محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي والذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى ولذلك أخوان الفرق كثيرة أترك الفرق كلها إذا جاءك شيء عن الله وعن رسوله لأنه وحي يوحى وقال سأل رجل هل من مالك ابن أنس رحمه الله تعالى؟ فقال من أهل السنة؟ يا أبا عبد الله فقال الذين ليس لهم لقب الذين ليس لهم لقب يعرفون به ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي لا جهمي ولا قدري ولا غير ذلك ولذا ينبغي لنا يا إخوان لا يقول لا جهمي ولا قدري ولا رافضي وما إلى ذلك كذلك أهل السنة الصحيحة يسيرون على منهج السلف الصالح الذين في مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أمتثال لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عظوا عليها بالنواجد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي هل تريد يا عبد الله أن تكون من الناجين هل تريد أن تكون من أصحاب الجنة اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يا إخوان الذين خالفوا السنة وقسموا أنفسهم أهل التأويل اعتمدوا على أشياء كثيرة نسأل الله العافية يعني الذي أوقع بعض العلماء في التأويل أنهم قاسوا صفات الخالق جل وعلا على صفات المخلوقين ولذا أنصح بقراءة التوحيد من خزيمة وشرح الطحاوية كما بكرت قبل قليل وأيضا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم المراجع لا بد أن نراجع الكتب وننظر الذي يعتمد على كلام الله وكلام رسوله نأخذ به والذي يعتمد على راه العقدية نبتعد عنه ونظر هناك مراجع كثيرة من هذه المراجع شرح عقيدة أهل السنة لله كآي وأيضا السنة للخلال وأيضا الفصل والتمهيد والإيمان والجامع في ألفاظ الكفر وأصول الدين عند أبي حنيفة ورسائل ودراسات في القرآن للدكتور ناصر العقل وأيضا مراجع كثيرة جدا تكلمت عن أسباب التي أوقعت إخواننا هؤلاء في التأويل ترجمة نانسي قنقر